مين بعد جيل عبد الحليم كان زكي يتقال عليه سسحيمي بكر يقول عليه ده مطرب زكي الله عليكي ده السؤال انا من الثانية تلت اربع او نص اللي بيغنوا كتبين غرى من بعد عبد الحليم؟ من بعد عبد الحليم لانه مستخدمه الزكاء وفيه مطرب زكي وفيه مطرب غبي المطرب الغوي احلى صوت في الدنيا ولكنه لا يصل الى بالقدر المطلوب للجمهور ده ده موجود؟ لا بدليل انا قلت جملة في يوم الايام قلت فلان لو يملك زكاء فلان كان قلب الدنيا وفلان التاني لو يملك صوت فلان يبقى قلب الدنيا طيب انا ما فهمتش حاجة من الحديث قلت دلوقت ما انا قلت قبل كده عمر دياب وهاني شاكر هاني عمر دياب ابو الزكاء وعارف امتى يغني وامتى مش هيغني وامتى حيوعيزك انه حيغني دي عملية مش سهلة طبعا والصناعة فبدالي تعال النهاردة طبي قلوا تعال عايزك في البرنامج مش هايجي مش هايجي ليه؟ لان هو راسم نجاحه ازاي مش عشان هو معاك مش هينجح ولكن عارب لو اضاف ايه ايه لنفسه هينجح معاك عشان في مؤسسة بتدير دبشك امار ايه؟ امار ايه؟ مين حضرتك شايف انه تاريخه اللي فات كان حلو قوي وبالتالي حفاظا على هزا التاريخ كفاية بقى تقوله حافظ على طريقة فاتفاية بقى معظم اللي بيغني بيغني عشان يكمل طريق حياته المعاشية اه احتياج بدليل في اصوات كانت عندنا فوق الخيال النهاردة دي فهات كلها وبيغني لان الحياة عايزاي يغني اه بس ده دي فهات بحكم السن وده تبيعي ممكن عوامل التعريع اه وده وارد يعني انت النهاردة لما تيجي تقولي اليمين بيغني لغا دولات السن وكبر اه واقوله بطل كتير اقوله الشغل يجي ملحن يفن قاط الضعف وهو يدي خبرة من خبرته يرجع بطرب تاني بدليل الاطلال اه قبل الاطلال اغنية كانت خمسين في المية غنى اه الاطلال خلتها مية وخمسين في المية غنى وات حفلة تونس ام كلسوم اه رجعت ام كلسوم بنت جديدة لزكاء الملحن اللي يعرف يعني عليك يلعب ويتول انا لما قلت على عدوية اه وجي بيقولوا حيغني اقول لأ اذا كنت هتغني اغنيك لا ولكن خلي ملحنين يفهموا صوتك بوي خبرتك تغني تقول لي مين جدد في الملحنين عشان يفهموا صوتك لأ دلوقتي ما زعلش مني وما زعلش مني انا اللي بامتحانهم وانت عارفة اي وانا رئيس اللجنة من تلاتة واربعين سنة اي 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 انا كمال اتقول والموج وكل اي 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 اه 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 الملحنين اللحنين اللي جابوا لكل عام مال لهم ورش احنا بنعيش عصر ورش التلحين انا اجيب مين على مين على مين والتلاتة واجتمع واجيبوا اتنين تلاتة موسيقين بيفهموا ويتعمل لحن اللحن متقطعه خلاص ده وصلنا اليه ده ملغونا مساء ايه التلحين ده يعني